سعيد مرة أخرى أن أرد على أسئلتكم في إطار التفاعل بيني وبينكم في الحلقة الماضية تطرقنا لإجابة على السؤال أو تساؤل الأستاذ أصدق أنجار والأستاذ ماهر عبدالله من المغرب أتمنى أن أكون قد أجبت على السؤال ووضحت خلفية قصة شزود الملائكة لآدى وامتناع إبليس عن ذلك فإذا وجدتم أي غموض فيما قدمته فالرجاء تصل بنا لنقدم المزيد من الشروحات خاصة وأن وقت البرنامج يتسع لتطرق لكل جوانب الموضوع المهمة وتسليط الضوء عليها اليوم يا أحبائي سوف نرد على سؤال آخر وهذه المرة من الأستاذ أحمد يونس من مصر يقول الأستاذ أحمد بعد التحية والتقدير لجهودكم الجبارة اسمح لي الأستاذ المسيح أن أسألكم عن مفهوم الكلالة التي جاءت في الآية 12 والآية 176 من صورة النساء ما معناها الحقيقي وهل لها علاقة بمفهوم العول في المواريد أتمنى أن ترد على سؤالي وفي انتظار ذلك دمت في رعاية الله وحفظه انتهى الاقتباس أشكرك الأستاذ أحمد على هذا السؤال ولقد تحدثت عن هذا الموضوع موضوع الكلالة في الحلقة الثامنة من هذا البرنامج على ما أتذكر وكذلك في كتاب مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة حين تطرقت لدراسة مبسطة حول مصحب باريزينو بيتروبوليطانوس كذلك تحدثت عن هذا الموضوع في إحدى اللقاءات الصحفية العربية فلا بأس أن نعيد موضوع الكلالة تقول آية 12 من صورة النساء بعد أن بينت ميرات دي الأولاد أو الوالدين وكذلك حالة ميرات الزوجين تكمل آية كالتالي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين إلى آخره في آخر الصورة صورة النساء تقول آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا إثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حض الأنتيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم أولا ما يتير الانتباه هو تباعد الآيتين في الصورة صورة النساء واحدة ضمن آية الموارث وهي الآية 12 والثانية معزولة تماما عن الصياق في آخر الصورة بعدما تحدثت عن المسيح والذين آمنوا قبل هذه الآية وهي الآية 176 لتعريف معنى الكلالة احتار أهل اللغة في معناها وتركوها لأهل التأويل والتفسير وبدورهم رأوا أنها من مشكل القرآن عند كبار الصحابة كما جاء في كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد طهر بن عاشور حيث قال وقد عدى الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن حتى قال عمر بن الخطاب ثلاث لئن يكون رسول الله بينهن أحب إلي من الدنيا الكلالة والربا والخلافة هذا القول كان في خلافة أبي بكر كما تفيد الرواية أما في خلافته بحسب الموروط الإسلامي فقد صرح بأنه لا يعرف شيئا عن الكلالة حيث جاء عن الإمام أحمد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا إلى آخره وفي حديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه يقول إن عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر صورة النساء أي أن كلمة الكلالة الموجودة في آخر صورة النساء نزلت في الصيف والتي قبلها في الآية 12 نزلت في الشتاء بمعنى أن الكلالة في آخر الصورة تفسر التي قبلها وفي رواية ابن أبي حاتم بإصناد صحيح عن ابن عباس عن عمر قوله أن أبا بكر قال في الكلالة أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان والله منه بريء هو ما دون الولد والوالد فقال عمر إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر إذن من خلال هذه الأقوال يتضح أن كلمة الكلالة فيها إشكال حتى أن أبو بكر وعمر لم يقدم قولا قاطعا في معناها وكذلك رأي المفسرين نظرا لأنهم قد تجعل وصفا للوارث وللمورود كما قال الفخر الدين الرازي فإذا جعلناها وصفا للوارث فالمراد من سوى الأولاد والوالدين وإذا جعلناها وصفا للمورث فالمراد الذي يريثه من سوى الوالدين والأولاد كذلك تضاربت الأقوال في أسباب النزول ومنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وفي رواية أخرى في جابر بن عبد الله وكذلك نزلت عندما سأل عمر بن الخطاب النبي عن الكلالة وغيرها كذلك فإن حصة الورثة تختلف حسب الآيتين والشيء الأخير فإن كلمة الكلالة تطلق على الرجل أو على المرأة أو على جماعة أي لا تتنى ولا تجمى فالأستاذ أحمد لم يسأل عن الكلالة إلا في إطار الحيرة كباقي الباحثين عن معناها فيما يخص الأبحاث المعاصرة نجد في كتاب الأستاذ ديفيد باورز من جامعة كورنيل الأمريكية عبارة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حيث تطرق لهذا الموضوع نظرا للمشاكل التي تطرحها كلمة الكلالة في القرآن والتفاسير فركز على علم المخطوطات وتوجه مباشرة إلى أقدم مخطوطة تحتوي على آيتي الكلالة في صورة النساء وهي مخطوطة أرب 328 ألف وبدأ بالرقعة 20B وما لاحظه هو استخدام الناسخ كل حيز الجزء العلوي من الرقعة أي السطرين الأولين واستخدم مجال الحاشية أما الرقعة 10B فقد ضمت 21 سطرا فقط من الآية 9 إلى الآية 12 من صورة النساء وكلمة كافلاملامهاء في أوائل السطر الثامن عشر حصل فيها تغيير واضح ويفيد الأستاذ باورز أن التغيير حصل مرتين التغيير الأول كان من الناسخ نفسه ويرمز له بحرف ألف وهو ما سماه بالمصحح الأول بواسطة الأشعة فوق البنفسجية يمكن رؤية التغيير الأول يظهر بوضوح في كلمة كافلاملامهاء ففي الأصل كانت كالله فأضاف المصحح الأول لامن تانيا للكلمة الأصلية وكذلك تغيير وله حيث أضاف لها الألف للهاء فأصبحت ولها لتعبير عن تأنيت لوجود كلمة وامرأة قبلها التغيير الثاني جاء في فترة أخرى حيث موسحت كلمة كافلاملامهاء وكذلك الضمير ولها وأعيد كتابتها ويلاحظ بوضوح وجود كاف طويلة ترقبه واللامين مستقيمتين والحبر الذي استخدمه المصحح الثاني هو حبر أسود يتكون من مادة كربونية وطريقة رسم الحروف هي الطريقة المتبعة في الكتابة في العصر العباسي كذلك نفس تغيير وقع للضمير ولها فقد أبدلت بلام مستقيمة وهاء مربوطة وله نكتفي بهذا القدر وسوف نكمل الموضوع في الحلقة القادمة فكونوا معنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة